تلقى وزير الخارجية سمح شكر اتصالا هاتفيا من نظيراته الفرنسية كاترين كولونا لتشوري وتبادل التقييم بشأن تطوراته في السودان وخلال الاتصال اتفق الجانباني على ضرورة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في أقرب وقت وحل الخلافات بين أطراف النزاع من خلال المفاوضات بما يحقن دماء الشعب السوداني ويعيد البلاد للمصار السياسي السلمي اشتركوا في القناة